موسيقى في محادثات جينيف السابع المعارضة السورية تتهم وفد الأسد بعدم الجدية موسيقى الجيش العراقي يعتقل مناصرين لداعش تخفوا بين نازحي الموصل وأسرار يخشفها هؤلاء ورئيس الفرنسي مانويل ماكرون يكشف سبب إصرار فرنسا على رفض استقبال المهاجرين أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا كرام أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الشأن السوري وعلى الصعيد الدبلوماسي تحديدا إذ أكد نصر الحريري رئيس وفد المعارضة السورية في محادثات السلام السورية جينيف السابعة أن وفده تقدم بمقترحات للانتقال السياسي في سوريا ويحقق تقدما بشأن القضايا المطروحة مع فرق الأمم المتحدة خلال الاجتماعات الفنية لكن وفد نظام الأسد يرفض الدخول في المفاوضات بشكل جدي وأضاف الحريري أن نظام الأسد يرفض باستمرار المشاركة في أي تفاوض سياسي على صعيد آخر أعلن متحدث عسكري أمريكي أن مستشارين عسكريين أمريكيين ينفذون عمليات داخل مدينة الرقة معقل تنظيم داعش في شمال سوريا وقال الكولونيل راين ديلون إن معظم هؤلاء الجنود ينتمون إلى القوات الخاصة ويؤدون مهمة مشورة ومواكبة لمقاتلي قوات سوريا الديمقراطية الذين يتصدون للإرهابيين لافتا إلى أنهم لا يقاتلون في شكل مباشر بل ينسقون الضربات الجوية بشكل خاص ميدانيا سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على 35% من مدينة الرقة شمال سوريا بعد 37 يوما من بدء معركة الرقة الكبرى ووقع ما نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن العمليات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية تتواصل بوتيرة متفاوتة العنف لطرد تنظيم داعش على محاور متفرقة من عمق المدينة القديمة إلى جنوب الرقة والقسمين الغربي والشمالي الغربي منها في مناطق سيطرت قوات سوريا الديمقراطية تشجع القبائل المحلية عملاء وأفراد داعش على الانشقاق عن التنظيم مقابل تخفيف العقوبة والمصالحة والاندماج في المجتمع هذا العرض ينطبق حصرا على السوريين الذين انضموا لداعش ولم تتلطخ أيديهم بالدماء التفاصيل مشاهدين مع مرسلتنا جينان موسى الخلاف يولد الفرقة والفرقة تولد العداء ولتفادي ذلك ابتكر زعماء العشائر فيتا الأبيض لجنة مصالحة لفض الخلافات بطريقة ودية القضية التي يحاولون حلها اليوم تتمحور حول قطعة من الأرض هؤلاء هم الشهود الذين وصلوا للإدلاء بشهادتهم يقولوا أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم يحلفون على القرآن الكريم لقول الحق ولا شيء غير الحق بعد الاستماع إلى جميع الأطراف يقرر الشيخ إبراهيم العيسى وهو رئيس لجنة المصالحة مع زعماء القبائل الآخرين كيفية التصرف والحكم في هذه القضية في هذا المجتمع القبلي عالجت لجنة المصالحة في السنتين الماضيتين ألفي قضية هذه قضية بيع وشراء أرض وحصل خلاف قيمتها 9 ملايين فالشهود هؤلاء يتبتون البيع القضايا التي تمر عبر لجنة المصالحة لا تقتصر على الخلافات العائلية أو تلك المتعلقة بالأراضي الزراعية بل تشمل أيضا قضايا حساسة جدا تم اتهام أبو خديجة مثلا من قبل السكان على أنه كان عميلا لداعش عندما كانت تل أبيض تحت احتلالهم يعني أنا يومني أردى روح أزكي حاج عبد الرحمان أقول لهم هالرجل كويس ونزيه وشريف خلص يأخذون ثقة ومثلا أنا أكفلوا إنه ما لدخل إن شاء عليكم سلاح أو شغلة اعدموني يعني هذا كل الكلام حكم على أبي خديجة بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكن بعد تدخل لجنة المصالحة خرج بعد سنة واحدة فقط نتجه مع أبي عيسى إلى مضافته هنا في هذه الغرفة المليئة بقطع قديمة توارثها الشيخ عن أجداده يأتي أهالي مقاتلي داعش السوريين للقائه وأخذ ضمانات من القبائل لتأمين انشقاق أولادهم عن التنظيم أتوسط للناس المتورطين داعشيا لكن بشكل يدومهم لطخة بالدماء فهالنوعية هذه تكون من الناس المحتاجين اللي داخلين تايستفيدوا أو تايعيشوا ونحن المنطقة نعرف بعضنا اللي جوني 12 واحد ما فيه ولا واحد من عشيرتي كلهم من قبيل الجيس من الجميلة من البخميس من المشهور من العفادلة من البريج يعني أنا عرف اللي باع طويل بالمعرفة بالمنطقة حتى بكوباني بغاس العين أنا داير سورية اللاقات قوية أعرف أعرف كل واحد كيف يمكن لجنة المصالحة أن تضمن أن المنشقين عن داعش قد تابوا فعلا وأنهم لن يقوموا بأعمال إرهابية في المستقبل بالنسبة لمنطقتنا أنا أعرفهم ما فيه واحد داخل عن عقيدة أو عن فهم أو عن تشدد أو حتى كاتب أو حتى دارس كتاب لمحمد بن عبدالوهاب أو يعرف منه السلفية أو الجهادية أو أين تظهرت الحركة وين موقعها من إطلاع من الجزيرة العربية أو من أوروبا ما يعرفون معاهم معاهم عليهم على اليوم هذا واقع منطقتنا أحنا أما جاينا من بره مقسول عقليته الله أعلم قامت لجنة المصالحة أيضا بتأمين إطلاق سراح أكثر من ثمانين عنصرا من السوريين الذين انضموا إلى داعش الهدف هو جذب السوريين فقط وإقناعهم بالتخلي عن هذا التنظيم الذي جلب الخرابة إلى بلدهم جينان موسى أخبار الآن من تل أبيض قالت مصادر بالمعارضة المسلحة في سوريا إن انتحاريا فجر سيارة ملغومة وسط تجمع لأفراد من هيئة تحرير الشام قرب مدينة إدلب شمال غربي سوريا ما أسفر عن قتل وإصابة العشرات بجروح وبحسب المصادر فإن 12 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في التفجير وشنت قوات التحالف الدولي خلال الأيام القليلة الماضية حملة واسعة لضبط خلايا نائمة تابعة لتنظيم داعش في محافظة إدلب موسيقى 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 أحييكم من جديد إلى العراق حيث أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى بأن تنظيم داعش أعلن قضاء تل عفر ولاية مستقلة عما يسميها دولة الخلافة مؤكدا أن التنظيم هدد بمعاقبة صارمة لما يخالف الأوامر وشار المصدر إلى أن التنظيم الإرهابي في تل عفر باشر بإلغاء شامل لكل ما يحمل تسمية ولاية نينوى قال فضل أبو رغيف الخبير الأمني والاستراتيجي في لقائم أخبار الآن قال إن المدنيين في مدينة الموصل كانوا متعاونين لدرجة كبيرة جدا مع القوات الأمنية العراقية بما يمتلكون من معلومات حول أفراد داعش ما أسهم بطريقة فعالة في الكشف عن المتخفين منهم بين الأهالي وبالتالي القبض عليهم أولا المواطن هو نصف الأمن المواطن هو نصف يمثل المعلومة تكون خمسين بمئة من المعلومة هي تأتي من المواطن بعينه لذلك المواطنون من أهل الموصل كانوا حقيقة سيمة بالساحل الأيسر وعقبها في الساحل الأيمن كانوا متعاملون حقيقة بطريقة كبيرة جدا إلى حد كبير جدا يعني حينما يقوم أب بالإبلاغ عن أبنائه حينما تقوم زوجة بالإبلاغ عن زوجها هذا يعتبر شيء استثنائي لذلك أيضا قاعدة البيانات المتوفرة لدى مدينية الاستخبارات العسكرية والاستخبارات الميدانية وفرت جهدا كبيرا واختصرت جهدا كبيرا للقضاء العراقي ما دفع القضاء العراقي بعد أن تولدت قناعات لديه ببعض الأشخاص الذين تحوم عليهم الشبهات أو أنهم بالجرم المشهود أو أنهم بالجرم الدلالي أو أنهم بشهادة الذين نزحوا أو يعني يوم قبل نحو أربعة أيام من الآن أحد النازحين قام بالشهادة على أربعة من النازحين وهم كانوا ينتمون إلى تنظيم داعش لأنهم قاموا بجلده نتيجة تناوله للسيقار نتيجة تدخينه للسيقار لذلك أعتقد هناك لا زالت أيضا قاعدة بيانات ومعلومات ستطال الكثير من من التحقوا بركب داعش وهم الآن يتوارعون عن الأنظار ويختبئون بين الناس في العراق أيضا اعتقلت القوات الأمنية العراقية عددا من أفراد أسر مقاتلي داعش خلال محاولاتهم التخفي بين النازحين الخارجين من منطقة الموصل القديمة واعترف هؤلاء بمعلومات عن ذويهم المقاتلين مراسل الأخبار الآن ويسام يوسف التقى عددا من أفراد أسر التنظيم تحت إشراف القوات العراقية نحن هنا بالقرب من جسر النصر وهو الطريق الذي يسلكه النازحون من الموصل القديمة باتجاه الجانب الأيسر للمدينة منذ أيام والقوات العراقية في هذه النقطة تحاول تدقيق هويات الخارجين لغرض إلقاء القبض على مقاتل داعش الهاربين القوات العراقية تحقق مع عوائل مقاتل داعش بغية الحصول على معلومات منهم حول مكان تواجدهم ومن بينهم يقضان الذي تحدثنا إليه بعد انتهاء تحقيق القوات الأمنية معه اعترف بأن ثلاثة من أخوته كانوا مقاتلين مع داعش جاني رجل ملثة من أداني يعني أنا قالوا أنت أخوتك يا داعش قلت له نعم هم الناس خافوا يعني قالوا سعيني يتهم إلينا فخرجوا وقالوا ننتظر العفو العام من العبادي إذا جانا يعني شي فاحنا نأتي يعني طلعوا على بغضاء طلعوا لا لا طلعوا يعني بسيارة يعني أما مصطفى فقصته مختلفة إذ جاء مع عائلته من بغداد إلى الموصل حيث انتم والده إلى داعش وأثناء القتال في الموصل القديمة قتل والده أما هو فقد نجى وجاء هنا ثم كشف للقوات العراقية معلومات مهمة موجود أبو أنيس موجود أبو واحد أبو حبيب موجودين 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 بالقديمة القوات العراقية ألقت القبض على 14 من مقاتلي داعش حاولوا التسلل والخروج مع المدنيين لكن تعاون الأهال وإدلائهم بالمعلومات ساعد في كشف الكثيرين من المنتمين لداعش وقادت معلوماتهم خلال الأيام الماضية إلى اعتقال معظم المبلغ عنهم في نهاية هذه الإجراءات تسلم القوات العراقية مقاتلي داعش والمتعاونين معهم إلى أجهزة الشرطة المحلية لغرض استكمال التحقيق القانوني معهم قبل تحويلهم إلى القباء لغرض محاكمتهم على ما اقترفوه بحق الموصل التي تحرر أهلها على يد القوات العراقية حيث أعلن النصر على تنظيم داعش الإرهابي بعد ثلاث سنوات من احتلاله مدينتهم على جانب آخر أعلنت الحكومة البريطانية تقديم مساعدات إنسانية للعراق بقيمة 59 مليون دولار لتخفيف معاناة سكان مدينة الموصل بعد دحر تنظيم داعش وأكدت وزيرة تنمية دولية البريطانية أن المساعدات ستصهم في جهود إعادة الخدمات الأساسية لمدينة الموصل كالماء والكهرباء بجانب المدارس والعيادات الصحية مضيفة أن المساعدات ستسمح لمئات الآلاف من سكان الموصل بالعودة إلى منازلهم أكد قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ستيفن تونسوند أنه لا يمكن التحديد إذا كان زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي حياً أم ميتاً يأتي ذلك في وقت قال فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن البغدادي قتل تفاصيل أوفى مشاهدين في تقرير الزميل عطاء الدباغ طفت على سطح أنباء تفيد أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قد لقي حدفه مؤخراً بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وذكرته وسائل إعلامية عراقية لكن على الفور سارعت وزارة الدفاع الأمريكية إلى التشكيك في النبأ في حين التزمت روسيا الصمت والتي كانت قد أعلنت بدورها مؤخراً عن مقتله إثر غارة جوية في محافظة الرقة السورية وفي وقت يؤكد البعض ويشكك آخرون يلتزم تنظيم داعش الصمت حيال تلك الأنباء ولم يصدر حتى اللحظة أي بيان يؤكد أو ينفي مقتل زعيمه وهو ما فسره البعض صحة النبأ الذي يتحدث عن مقتل البغدادي لكن التنظيم يرفض الإفصاح عن ذلك في وقت تشتد فيه وطيرة المعارك في مدينة الرقة السورية وهزيمته الأخيرة في مدينة الموصل العراقية حيث عاصمة الخلافة المزعومة وحتى لا تنهار معنويات مقاتليه في المناطق التي لا تزال تحت احتلاله ما يجري في مدينة تلعفر العراقية سر آخر يحاول التنظيم إخفاءه على ما يبدو حيث كشف مصدر محلي في محافظة نينوى أن مسلحي داعش أقدم على اعتقال المدعو أبو قتيبة أحد أبرز المقربين من زعيمهم البغدادي بعد يوم فقط من تلميحه لمقتله في خطبة الجمعة الماضية وبعدها شرع التنظيم إلى نشر بيان مقتضب في أرجاء تلعفر حدد فيه عقوبة لمن يتحدث عن موت البغدادي بخمسين جلدة وليس هذا فحسب بل ذكرت مصادر في نينوى أن تلعفر تشهد انقلابا داخليا لحسم المعركة بين أقطاب التنظيم المتنفذة مشيرا إلى حملة اعتقالات واسعة في صفوف مؤيدي البغدادي وفرض حظر التجوال في أغلب أرجاء القضاء وسط انتشار غير طبيعي لمفارز داعش فماذا ستكشف الأيام القادمة هل يخرج البغدادي في تسجيل مرئي جديد كالتسجيل الوحيد الذي ظهر فيه حين نصب نفسه خليفة على أتباعه في مسجد النور الكبير الذي بات ركاما على الأرض ويفند أنباء مقتله أو حتى تسجيل صوتي أم هي أوقات يستعد فيها التنظيم للإعلان عن زعيمه الجديد إلى اليمن حيث أسفرت المواجهات بين القوات الشرعية في اليمن والانقلابيين في قرية الكتحة في مدينة تعز عن مصرع القيادي الميداني الحوثي طارق كوكب المكنن بأبي حذيفة وعدد من مرافقيه وأعلنت القوات الشرعية سيطرتها على منطقة تطل على خط إمداد المتمردين في الكتحة في مديرية المعافر جنوب غربي مدينة تعز نبقى في اليمن حيث حذرت الأمم المتحدة من المجاعة في اليمن وشمال شرق نيجيريا والصومال وجنوب السودان وقال مناسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماجودريك إن خمسمائة ألف من الأشخاص سيكونون عرضة للمجاعة إذا استمرت الظروف على ما هي عليه لكن قد يكون العدد أكبر من ذلك إذا زاد الوضع سوءا قال مناسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماجودريك يوم ثلاثاء إن تساع نطاق وباء الكوليرا في اليمن قد يسرع وقوع مجاعة وشيكة مع تحويل موارد محدودة أصلا من برامج لمكافحة سوء التغذية وبرامج أخرى لمحاولة احتواء المرض وقال المناسق الدولي إن الحرب الدائرة منذ نحو عامين أدت إلى انهيار النظام الاقتصادي والنظام الصحي وأضاف أنه تم تسجيل أكثر من ثلاثمائة وثلاثة عشر ألف حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا وقرابة ألفي حالة وفاة بالمرض منذ بدء انتشاره في أواخر شهر أبريل نيسان وفقا لأحدث أرقام لدى الأمم المتحدة التي تشير إلى زيادة حادة وقال مك جولدريك إن أمانة العاصمة وحجة وعمران والحديدة هي المناطق الأربع الأشتة ضررا من الكوليرا التي تنتشر بوسطة المياه أو الغذاء الملوثين وضاف أن بعض التقديرات تقول إن خمسمائة ألف شخص سيكونون عرضة للمجاعة إذا استمرت الظروف على ما هي عليه لكن قد يكون العدد أكبر من ذلك إذا زاد الوضع سؤان ويشكل الأطفال دون سن الخامسة عشر عاما من العمر نحو أربعين في المائة من اليمنيين المصابين بالكوليرا وربع القتلى وسعت الأمم المتحدة للحصول على مليارين ومائة ألف دولار لتوفير الغذاء لنحو 12 مليون شخص يواجهون المجاعة في اليمن ولم تحصل سوى على ثلث المبلغ وداعت المنظمة الدولية إلى توفير 250 مليون دولار تمويلا لمكافحة الكوليرا ولم تتلقى سوى 47 مليونا فقط قال رئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إن بلاده تصير على رفض المهاجرين القادمين إليها لأسباب اقتصادية مقرم بأن بلاده لم تقم بدور فيما يتعلق باستقبال المهاجرين خلال التدفق الذي شهدته أوروبا على مدار السنوات الماضية وضف ماكرون أن هناك فارقا عميقا لابد من وضع في الاعتبار بين المهاجرين لأسباب اقتصادية واللاجئين الفارين من الحرب أو الاضطهاد في أوطانهم أحييكم من جديد مشاهدينا ونتحول وإياكم إلى مختراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم جولتنا الصحفية مشاهدينا لهذا اليوم خصصناها للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة الغد الأردنية التي نطالع منها جوجل يحتفل بذكرى ميلاد الرواي السوداني الطيب صالح احتفى محرك البحث جوجل بذكرى ميلاد الأديب السوداني الراحل الطيب صالح الثامن والثمانين تقديرا لإسهاماته في مجال الأدب وزين جوجل صفحته الرئيسية برسم لعبقري الرواية العربية كما يطلق عليه النقاد اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية أبل تواجه مشاكل مع قارئ بصمات الأصابع في آيفون 8 تواجه شركة أبل مشاكل مع قارئ بصمات الأصابع في هاتفها المنتظر آيفون 8 إذ أنها ما تزال تعاني حول كيفية وضع جهاز استشعار بصمات الأصابع ضمن شاشة عرض الهاتف القادم ومن صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين نقرأ تويتر يعين مديرا ماليا جديدا براتب 500 ألف دولار سنويا أعلن الرئيس التنفيذي لموقع تويتر تعين مدير ماليا جديد وسيبلغ راتب المدير الجديد السنوي 500 ألف دولار وسيحصل على مكافأة توقيع قدرها 300 ألف دولار بالإضافة إلى 22 مليون دولار على مدى أربع سنوات وإلى صحيفة النهار اللبنانية مشاهدين تحديث جديد من واتساب قد تستخدمونه جميعا أطلق تطبيق واتساب تحديثات جديدة على طريقة كتابة النصوص من خلال إضافة بعض المؤثرات والتغييرات عليها لتكون أسهل من السابق ويتيح التحديث الجديد سهولة أكبر في تنسيق النصوص ويوفر التطبيق تلك الخيارات من خلال نقرات بسيطة موفرة للوقت وختاما مشاهدين من صحيفة الرأي الكويتية التي عنونت بين صفحاتها هواوي تستعرض تقنيات القيادة عن بعد عبر شبكة الجيل الخامس استعرضت هواوي تكنولوجيز أول نموذج مشترك من نوع في العالم عن السيارة المزودة بتقنيات القيادة عن بعد بالاعتماد على شبكة الجيل الخامس جي فايف نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفي أخبار الاقتصاد تحديدا قالت منظمة البلدان المصادرة للبترول أوبك إن الطلب العالمي على نفط المنظمة سينخفض في العام المقبل في الوقت الذي يضخ فيه منتجون نفط السخري الأمريكي ومنافسون آخرون مزيد من الخام ما يشير إلى أن سوق النفط تشهد فائضا في عام 2018 وفي أخبارنا الصحية أكد خبراء أن الآباء الذين يميلون إلى التركيز في هواتفهم الذكية بدلا من الانخراط مع غيرهم من البالغين أو أطفالهم يؤثرون على قدرات أبنائهم في النطق تفاصيل الدراسة مشاهدين في التقرير التالي ساعات وساعات نمضيها نتواصل مع الداني والبعيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه التقنية التي سهلت العملية الاتصالية بين البشر تسلب معظم أوقاتنا حتى تلك الأوقات التي نحتاج فيها إلى تواصل حقيقي مباشر هذا الانشغال ما يحذر منه الخبراء مؤخرا مشيرين إلى أن انشغال الأباء بالهواتف يؤثر سلبا على قدرات أبنائهم في النطق وبحسب رئيسة الرابطة الألمانية لمعالجي مشاكل النطق فإن المهارات اللغوية تتطور بالملاحظة والمشاركة في الحوار مع الآخرين إلا أن الوسائل الرقمية الجديدة قد تساهم في عرقلة هذه العملية بخفض أو وقف التواصل المطلوب فعندما ينشغل الأباء بهواتفهم الذكية فإن الحوارات تختفي وهذا له أثر سلبي على مفردات الطفل وتطور اللغوي بشكل عام وفي استطلاع الموازن في الإمارات كشفت الأرقام عن نسبة تقارب 77% من الآباء والأمهات الذين يعترفون بأن أطفالهم يشتكون من قضاء وقت طويل على هواتفهم الذكية وأجري هذا الاستطلاع بعد أن اشتكل عديد من الطلاب في إحدى المدارس من إدمان ذويهم على الهواتف الذكية وعندما سئل الأباء إذا كان الوقت الذي يقضونه على هواتفهم الذكية يشعر أطفالهم بالضيق اعترف 31% من الذين شميلهم الاستطلاع أن أبناءهم يشتكون من ذلك بشكل دائم مقابل 46% قالوا إن أطفالهم يشتكون في بعض الأحيان في حين قال 8% إنهم كانوا مشغولين بشكل كبير على هواتفهم لدرجة أنهم لم يلاحظوا ردة فعل أطفالهم بينما أكد 15% فقط أن الأمر لا يشكل أي مصدر إزعاج لأطفالهم لكل من يسعى إلى الراحة الزائدة إليكم هذا الخبر إذ رأى باحثون أن الراحة قد تترك أثارا سلبية على الصحة بعكس ما يراد منها ووفقا لبعض العلماء البريطانيين فإن قضاء العطل الطويلة أو الاستجمام على الشواطئ دون القيام بأي نشاطات بدنية أو ذهنية تذكر من الممكن أن يزيد من احتمال الإصابة بأمراض خطيرة قد تتسبب بالوفاة المبكرة ستتيح فيسبوك إدراج الإعلانات في صفحة الاستقبال في خدمتها للدردشة الفورية ماسنجر بحسب ما كشفت المجموعة في إطار خطوة تسمح لها بزيادة عائداتها الإعلانية وتدعو فيسبوك عمليا المعلنين إلى إعداد إعلانات لصفحة الاستقبال في تطبيق ماسنجر تسمح لهم باستهداف شريحة أوسع من المستخدمين انفصل واحد من أكبر جبال الجليد في التاريخ عن القارة القطبية الجنوبية وتقدر مساحة جبل الجليد المذكور بنحو ستة ألاف كيلو متر مربع ويبلغ وزنه تريليون طن تقريبا ورصد قمر صناعي أمريكي انفصال الجبل الجليدي بينما كان مرا فوق المنطقة المعروفة بحرف لارسونسي الجليدي في القارة القطبية الجنوبية وقبل ختم النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين في محادثات جينيفا السابعة المعارضة السورية تتهم وفد الأسد بعدم الجدية الجيش العراقي يعتقل مناصرين لداعش تخفوا بين نازحي الموصل وأسرار يكشفها هؤلاء ورئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يكشف سبب إسرار فرنسا على رضي استقبال المهاجرين بهذا إذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار ويمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع إذا مشاهدين الكرام أعود وألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة